المعارك تتواصل على محاور يحياء الراقة وقصف متجدد للتحالف الدولي على المنطقة الجيش اليمني يحرر أجزاء واسعة بمدرات في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز وبيونج يانج تستعد لتجربة صاروخية جديدة وترامب يعقد مؤتبرا كبيرا لبحث الأزمة أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم من الرقة نبدأ حيث تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة الأمريكية من جهة وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى على محاور في محيط حي نزلة اشحادة والمدينة القديمة في المدينة إثرى هجمات معاكسة ينفذها عناصر تنظيم داعش وترافقت الاشتباكات مع قصف من طائرات التحالف الدولي على محاور القتال ومناطق سيطرة تنظيم داعش في المدينة ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية جراء القصف ومعلومات كذلك عن خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال أفاد مراسلنا عن قيام فرد من داعش بتفجير نفسه في معسكر تابع لجيش الإسلام بالقرب من بلدة نصيب درعة وخلف التفجير الانتحاري نحو ثلاثين قتلا وعشرات الجرحة وأضف مراسلنا أن أعداد القتلى والجرحة في تزايد بسبب وقوع الانفجار ضمن الخيام التي كانت مليئة بالعناصر عشرات المرات خرقت قوات النظام والميليشيا المساندة لها اتفاق تخفيف التصعيد منذ بدء سريانه في جنوب غرب سوريا الخروق تنوعت بين قصف بمختلف أنواع الأسلحة وفق ما وثقه مكتب توثيق الخروقات في جنوب سوريا يتزمن ذلك مع حديثا عن ترتيبا للبيت الداخلي للمعارضة السورية في الرياض ووقف نظام في وجهه بشكل غير مباشر طائرة تابعة للنظام تحلق فوق الغطط الشرقية الخضعة لسيطرة المعارضة السورية تلي هذا المشهد سحابة الدخان البيضاء النتيجة عن قصف صاروخي استهدف هذه المرة عن ترمة متوالية الطائرة والقصف والدخان ليست جديدة على المشهد السوري منذ ست سنوات خلت إلا أن الجديد أن كل هذه الانتهاكات تحدث بعد أيام من ضم الغطط الشرقية إلى مناطق خفض التصعيد وفق اتفاق أمريكي روسي بدأ تنفيذه من الجنوب السوري سعيا إلى إقامة مناطق هادئة تمهد لمحادثات جينيف القادمة هذا الهدوء لم يكتب له أن يكون أو هذا على الأقل ما تقوله أرقام مكتب توثيق الخروقات في جنوب سوريا 136 مرة خرقت قوات النظام والميليشيات المسندة لها اتفاق تخفيف التصعيد منذ بدء سريانه في جنوب غرب سوريا تنوعت الخروق بين استخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ والبراميل المتفجرة إضافة إلى نيران القناصة في المقابل تترقب المعارضة السورية نتائج هذه الاتفاقات مرحبة بحذر ومؤكدة الالتزام بها دعما لأي حل قد يحمل بارقة أمل وأمان للسوريين على الأرض أو حلا على طاولة استحقاقات المفاوضات المقبلة فبالإضافة إلى الالتزام فصائل الجبهة الجنوبية بالاتفاق الروسي الأمريكي الأردني أن في الذكر أكدت وزارة الدفاع الروسية بأن عدد الفصائل الملتحقة بالاتفاقات بلغ 228 فصيلا معارضا مردفة أن مفاوضات تجري مع فصائل أخرى في ست محافظات سورية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار يعد هذا التصريح الروسي شهادة للمعارضة على جدريتها بحثا عن حل للأزمة السورية كونها وافقت على اتفاق تم بضمانة طرف طالما شككت المعارضة بحيديته على الصعيد السياسي تحاول المعارضة رص كياناتها في جسم سياسي واحد تمثلت آخر هذه المحاولات بدعوة الهيئة العليا للمفاوضات منصتي القاهرة وموسكو إلى مؤتمر يقام في الرياض بحثا عن إمكانية الوصول إلى كلمة سواء حول الأهداف الرئيسة للمعارضة مؤشرات إيجابية لقبول الدعوة جاءت من منصة القاهرة لكن التأكيد على نقطة رحيل الأسد ربما تشكل عائقا أمام حضور نظيرتها في موسكو خصوصا بعد تأكيد رئيس المنصة ونائب رئيس وزراء النظام السابق قدر جميل أن الانخراط في العملية السياسية سيكون من دون شروط مسبقة بما في ذلك رحيل الأسد الأمر الذي يعكس الهوة بين منصتي الرياض والقاهرة من جهة ومنصة موسكو في الغوطة الشرقية وتحت عنوان دور المرأة في المجتمع بين الواقع والطموح والمعاوقات نظم منتدى زيتون للحوار ندوة حوارية وذلك في إطار السعي نحو تفعيل دور المرأة وتمكنها من الإسهام في قيادة المجتمع وتحصيل حقوقها في ممارسة العمل المدني والسياسي المزيد في تقرير مراسلنا محمد صلاح من ريف دمشق تحت عنوان دور المرأة في المجتمع بين الواقع والطموح والمعاوقات نظم منتدى زيتون للحوار في الغوطة الشرقية ندوة حوارية حضرها عدد من الناشطات والفعاليات النسائية في الغوطة الشرقية وجمعت الندوة ناشطات في المجتمع المدني إضافة إلى عدد من الحقوقيات والمدرسات وعدد آخر من الناشطين الشباب العاملين في منظمات المجتمع المدني وتنوعت محاور الندوة التي تناولت نماذج من مشاريع نسوية تنموية كان لها أثر فاعل في تمكين دور المرأة في المجتمع كما تطرقت المحاضرة بيان ريحان إلى الصعوبات التي تواجه المرأة في ظل الحرب كالإقصاء عن بعض مجالات العمل الإداري منها والسياسي الاجتماعي ينطرح واقع مؤلم واقع منير بنفس الواد في تجارب رائع جدا لنساء شفنا نساء كان موجودة في معنى كان محاميات كان في معنى محامية إذن تدعى القانون للمرأة كان في معنى مكاتب مرأة رفعت الصوت وحكيت عن أهمية وجودها كان في معنى أنصات مخصصات مختلفة كمهندسات أكبروا أنه هنا في المرأة وعملون فهذا الشي كان جيد جيد كان في روحة سيفسائية متكاملة كان في تنقض بالآراء الشي الأرواح كان وجود أصازة معنا دعمونا برأينا وشاركونا أما في مجال حقوق المرأة فقد تحدثت الأستاذة أماني عن حقوق المرأة وفقا للقانون السوري وشرحت الآثار السلبية لزواج القاصرات الذي لا يوجد نص يمنع وقوعه في قانون الأحوال الشخصية يعني اللي هي الفكرة أنه يجب أنه المراكز اللي عم تكون مراكز نسوية لحتى تحل المشكلة أنا برأيي لازم تطلع من أنه هي نسوية لازم تشتغل المرأة بعمق العمل المدني مثل اللي عم تشتغلوا الرجال اللي هي بتقدر تعملو وبتقدر على الأقل تكون إذا ما كانت مؤهلة أنه تتأهل لحتى تعملو مثل ما صار مع الرجال يعني اللي بادروا مبادرات ما كانوا مؤهلين إلى وقدروا بعدين تصدولها يعني وخلال الندوة استمع المحاضرون إلى أسئلة الحضور وأجابوا عليها مع التأكيد على ضرورة تنظيم ورش عمل تضمن دعم المرأة وتفعيل دورها في المجتمع محمد صلاح لإخبار الآن من الغوطة الشرقية بريف دمشق أفاد مكتب التحقيقات الأمريكي بأن المحققين الأمريكيين تمكنوا من كشف شبكة مالية عالمية لرأسها أحد ممثلي تنظيم داعش كانت تقوم بتحويل موارد مالية بطريقة غير مشروعة لشخص في الولايات المتحدة يشتبه بانتمائه للتنظيم وذلك عبر موقع المزاد الإلكتروني إي باي التفاصيل في التقرير التالي يبدو أن تنظيم داعش وصل لمرحلة مزرية في البحث عن مصادر لتمويل هجماته الإرهابية فقد كشف مكتب التحقيقات الأمريكي الـ FBI بأن المحققين الأمريكيين تمكنوا من كشف شبكة مالية عالمية يرأسها أحد ممثلي تنظيم داعش كانت تقوم بتحويل موارد مالية بطريقة غير مشروعة لشخص في الولايات المتحدة يشتبه بانتمائه للتنظيم وذلك عبر موقع المزاد الإلكتروني إي باي ووفقاً لمكتب التحقيقات بحسب صحيفة وول ستريت جورنال بأن المواطن الأمريكي محمد الشناوي الذي نصت لائحة الاتهام بأنه مشتبه بأداء يمين الولاء لتنظيم داعش كان جزءاً من شبكة عالمية تمتد من بريطانيا إلى بنجلادش تعمل وفق خطة ملائمة لتمويل التنظيم الإرهابي وأنه كان يدير هذه الشبكة أحد قادة داعش في سوريا المدعو سيف السوجان الذي قتل في هجوم طائرة بدون طيار في كانون الأول ديسمبر عام 2015 ووفقاً للصحيفة تلقى الشناوي الذي وضع تحت مراقبة مكتب التحقيقات الأمريكي كان يبيع الطبيعات في مزاد إي باي كغلطاء لتمويل أموال عبر النظام باي بال للمدفوعات الإلكترونية وأن الموارد المالية التي يتم تحويلها بهذه الطريقة كان بالإمكان استخدامها لتمويل الهجمات الإرهابية واعترف الشناوي بأنه كان يتلقى التعليمات باستخدام الأموال المستلمة لإغراض تنفيذ هجمات إرهابية ومع ذلك ادعى الشناوي بأنه لا يعترف بتهمة دعم جماعة إرهابية أبو سلمان التونسي منشق عن تنظيم داعش عبر عن ندمه الشديد بسبب التحاقه بتنظيم داعش ويكشف لأخبار الآن عن التضحية بمقاتلين وعناصر لحماية أمراء ومكاسب مادية وسلطة فقط وأضاف ويسام أن ما شاهده كان كذباً وليس له أي علاقة بالإسلام أنا ندمان على شيء كان يعني لو كنت أعلم أنه هذا شيء من قبل أني انسحبت من قبل يعني ثلاثة سنين وسنتين أني انسحبت وخرجت على روحي يعني جي هون يعني تصورنا أنه فكرة أنه جهاد وعني إسلام وكذا طلع كله كذب يعني الناس عم تدجل يعني يجي هون يستعملك عشان سلطاته ونفوذه هو فهمت عشان يمسك هو السلطة وكذا ويظل يعني هو في الملك ونت أتقاتل وتموت في سبيل ولا شيء يعني هذا ليس الإسلام اللي نعرفه نحن فاصل قصير وأنواصل نشرتنا ابقوا معنا المسافر في العادة يتصفح أكثر من ستة مواقع على النت قبل ما يحجز أي فندق فهمك في هذه 100% تبغى تتأكد ناك هتلاقي فندق رهيب وبأحسن سعر لكن المواقع مرة كتير فكيف حتقدر تزورها كلها؟ المرة الجاية قبل ما تحجز جرب تريفاقو تريفاقو يقارن لك في ثواني بين أسعار الفنادق في أكثر من 200 موقع مختلف عشان تلاقي الفندق لي ناسبك وبأحسن سعر المسألة بهذه السهولة فندق تريفاقو أهلا بكم من جديد إلى العراق حيث فرض تنظيم داعش حظرا للتجوال في مركز قضاء تلعفر غرب الموصل وقام بنشر مفارزه المسلحة في التقاطعات والساحات العامة بحسب مقالة وسائل إعلام عراقية وفي آخر التطورات الميدانية شنت طائرات عراقية من طراز F-16 عدة ضربات جوية تمكنت خلالها من تدمير مواقع تجمع تابعة لتنظيم داعش في القضاء في اليمن حقق الجيش تقدما كبيرا في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجيش سيطر على أجزاء واسعة في محيط منطقة مدرات قرب مصنع السمن والصابون وحرر قريتي الصرة والذورة بالقرب من نقطة الهنجر باتجاه مفرق شرعب ونسبت الوكالة إلى مصدر عسكري قوله إن خمسة من عناصر الميليشيات الإنقلابية قتلوا فأصيب آخرون وتم أسر ثمانية منهم مؤكدا أن المعركة تسير وفق خطط عسكرية أثيرت في الأوينة الأخيرة قضية تهريب الحرس الثوري الإيراني الأسلحة إلى الميليشيات التي تقاتل إلى جانبه في كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن نحن في أخبار الآن توقفنا عند قضية تهريب الأسلحة إلى الحوثيين الموالين لإيران في اليمن فقمنا بإنتاج فيلم وثائقي بعنوان الحمول المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن يكشف للمرة الأولى الطرق التي يسلكها الحرس الثوري لإصال الأسلحة إلى اليمن وكيف يستثمر شركات الشحن وكذلك المياه الدولية لخدمة ذلك زكريا مع ساني والمزيد من التفاصيل في اليمن ميليشيات تتبع إيران خاضت حروبا ست سنوات قليلة بعد نهاية تلك الحروب تندلع الثورة لتخلع الرئيس التي تلك الميليشيا وتستولي على الثورة والشرعية وتمزق البلاد كلما أغلق طريق سلاحها عبد الحرس الثوري الإيراني طريقا آخر شركات شحن مهربون المياه الدولية الطرق البرية الدول المجاورة كل ذلك يتم استثماره لإمداد ميليشيا تخدم مصالح ذاك الحرس الثوري الإيراني الذي يخترق أكثر من بلد عربي نحن في أخبار الآن تقصينا الحقائق والتقينا خبراء وباحثين ومسؤولين يمنيين لمعرفة كل تفاصيل عمليات التهريب ولكن الأمر الذي صدمنا أن سلاح الفرقة الأولى التي استولت عليها ميليشيات الحوثي على سبيل المثال لم يكن له أن يساعدها على الصمود في وجه القوات الشرعية أكثر من شهر فالأمر يتعدى الاستيلاء على سلاح الفرقة الأولى أي أسلحة الجيش اليمني السابق لم تكن مصدر قوة الحوثي الحوثيين يقولون مثلا سيطروا على أسلحة الدولة هي سيطروا على أسلحة المنطقة السادسة والفرقة الأولى مترع وهي أسلحة متهالكة بالكاد في إطار التفوق الجوي والبحري لدول التحالف العربي ومعها الشرعية بالكاد تعطيها قدرة على شهر أو شهر للمقاومة لكن أكثر من هذا مستحيل فيلم الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن الذي أنتجه تلفزيون الآن مؤخرا هدفه التحقيق في تهريب الحرس الثوري للأسلحة إلى الحوثيين لكن على ما يبدو أن اليمن ليس المستهدف من قبل الحرس الثوري في المنطقة فحسب هذا ما أكده الكثير من الخبراء الأمنيين والعسكريين لكنه البلد الذي يتم التركيز عليه أكثر من غيره نظام دولة الملالي في إيران تحريب الأسلحة هو جزء من عقيدة العسكرية القتالية هذه العقيدة التي تعتمد على بروكسي وور تحريب السلاح دعم الجماعات كيف يدعم الجماعات؟ يدعمها بالمال والسلاح وقبلها يكون هو عملهم أيدولوجية فعقلية التهريب وعقيدة التهريب هذا جزء أساسي من العمل العسكري والتحضيرات العسكرية للانقلاب على الدول وداخل أنظمة الدول فلا نستغرب أطلاقا أصبحوا يملكون خبرة كبيرة في كيفية تهريب السلاح وإخفاءه الفيلم الذي سيعرض قريبا على شاشة الآن يستعرض الآليات التي يتبعها الحرس الثوري الإيراني وكيف يستثمر مهمة شركات الشحن وكذلك المياه الدولية كما يستعرض طرق التهريب الرئيسة التي اعتمدها الحوثيون والحرس الثوري لتمرير السلاح إلى اليمن مع تقديم معطيات ومعلومات تنشر للمرة الأولى فيما يخص الملف اليمني أظهرت صور حديثة ملتقطة بالأقمار الصناعية استعداد كوريا الشمالية لاختبار صواريخ باليستية من علامة غواصة حسب ما قال خبير في شؤون الجيش الكوري الشمالي وقال الخبير إن الصور تظهر على الأرجح استعدادات لاختباراته صاروخ باليستي من طراز بحر أرض يدل أثناء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد الاثنين مؤتمرا صحفيا كبيرا وذلك في وقت يتصعد التوتر بين بلاده وكوريا الشمالية على خلفية برنامجها النووي أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن 15 دولة تأثرت بفضيحة البيض الملوث بالمبيد الحشري في برونيل وقالت إنها تعتزم عقد اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في 26 من أيلول سبتمبر لاستخلاص دروسي ذات الصلة المستفادة من الفضيحة فما هي تلك الفضيحة وكيف انعكست على الاتحاد الأوروبي نتابع 15 دولة أوروبية تعيش على وقع مخاوفة بشأن تلوث البيض بالمبيد الحشري في برونيل الذي استخدمته شركات متخصصة في تطهير المزارع في هولندا وبلجيكا وألمانيا الأمر الذي قد يؤدي إلى التخلص من ملايين الدجاج وإقاف مئات الشركات في مسعى لمحو آثار المبيد الحشري من الإنتاج القضية التي وصفتها وسائل أعلام أوروبية بالفضيحة بدأت عندما استعانى مربو دجاج هولنديون بشركة متخصصة بالقضاء على قمل الدجاج فاستخدمت مادة الفبرونيل محظور استخدامها في معالجة الحيوانات التي تباع في متاجر المواد الغذائية وجرى تصدير البيض الملوث بها السلطات الصحية في الدول المتضررة سارعت مباشرة إلى سحب البيض الملوث من الأسواق وعدام مئات الآلاف من الدجاج المصاب بانتظار اجتماع المفوضية الأوروبية للصحة فور كشف ملبسات القضية وكانت ألمانيا الأكثر تضررا من هذه القضية إذ تم الكشف عن وجود المادة السامة بعد قرار سلسلة متاجر ألد الألمانية سحب كل البيض المعروض للبيع في منافذها في ألمانيا الأسبوع الماضي كما سحبت المتاجر في فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وسويسرا كميات ضخمة من البيض بعد العثور فيها على مادة فبرونيل تقول منظمة الصحة العالمية أن الفبرونيل مادة متوسطة السمية إذا تناولها الإنسان بكميات كبيرة فيما يقول الاتحاد الأوروبي إنه لا خطر على المستهلك إذا تناول القليل منها فالشخص الذي يزن 60 كيلو جراما يحتاج إلى 8 بيضات تحوي أكبر كمية من مادة الفبرونيل حتى يصاب بالسموم مادة الفبرونيل هي عبارة عن مكون شائع في المنتجات البيطارية من أجل القضاء على البراغيث والقمل والقرات في الحيوانات وهو مبيد محضور استخدامه على الحيوانات التي سوف تستخدم للاستهلاك الآدمي إذ أنه يمكن أن يتسبب في أضرار بالكبد والغد الدرقية والكلة إذا ما تم تناوله بكميات كبيرة خسائر كبيرة قد يتكبدها مربوط دواج وخاصة في هولندا التي قدر الاتحاد الأوروبي خسارتهم بنحو 10 ملايين يورو إلى جانب انخفاض الطلب الخارجي على البيض الأوروبي الأكثر انتشارا في العالم فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل برشلونة يعاني الأمرين في الميركاتو بعد صفقة نيمار أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونا ثلاث طالبات إماراتيات يبتكرنا سوارا لقياس نبضات القلب ابتكر ثلاث طالبات إماراتيات سوارا متصلا بخاتم يد لقياس نبضات القلب والتنبيه في حال انخفاضها أو ارتفاعها لإسعاف المريض في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال إصدار صوت تحذيري وأطلقوا عليه اسم الجهاز المنقد للحياة ويعملون حاليا على تطويره وربط الإنذار بالمستشفيات صحيفة الاتحاد الإماراتي عنوانات هيرمون يحسن الذاكرة والقدرات الحركية حسنت حقنة واحدة من جزء من هيرمون كلوثو المرتبط بطول العمر الذاكرة المكانية لدى فئران وذاكرة العمل لديها ونشطت خلاياها العصبية على ما أظهرت دراسة واعدة في معالجة أمراض عصبية لدى البشر يضاف إلى ذلك أن تأثيرات الإدراكية الإيجابية التي سجلت لدى الفئران الشاب والمسنة استمرت أحيانا بضعة أسابيع وإلى صحيفة القباس الكويتية التي عنونت كعكة فواكي عمرها 106 أعوام محفوظة تماما عثر علماء من نيوزيلندا على كعكة فواكي عمرها 106 أعوام محفوظة تماما وصالحة للأكل في كوخ نائن بالقارة القطبية الجنوبية وقال العلماء أن الكعكة لا تزال ملفوفة بورق ومغطى ببقايا إناء من الصلب المطلي بالقصدير ويعتقد العلماء أن الكعكة تعود إلى الفريق الشمالي للمستكشف روبرت فالكن سكوت من عام 1911 وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت فندق يسجن نزلاءه داخل زنزانات ابتكرت إدارة أحد الفنادق في تايلاند فكرة تحويل غرف النزلاء إلى زنزانات للزبائن الذين يرغبون بخوض تجربة دخول السجن ويقدم الفندق لنزلائه تجربة فريدة من نوعها تتمثل في إقامتهم داخل زنازين تشبه إلى حد بعيد زنازين السجون الحقيقية وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت جهاز دكي يتصل بالهاتف ويكتشف الأمراض ويجري التحاليل طور مجموعة من الباحثين جهازا دكيا جديدا يحمل اسم تي ار اي يتصل بالهاتف دكي ليمكنه من إجراء تشخيص طبي إذ يعد بمثابة مختبر محمول يستعين به المستخدم في أي مكان في يوم الشباب الدولي لا ينفك الشباب السوري عن سرد قصص التحدي والشجاعة وقصة الشابة نجم عبد المولى تبث الأمل في بناء مجتمع سليم نتابعها في سياق التقرير التالي نجم عبد المولى ابنة الثامنة عشر ربيعا رفضت أن تسلم للأمر الواقع فالنزوح الذي أخرجها من الغوطة الشرقية قبل أربع سنوات وسلب منها حلم الدراسة لم يحجب عنها نور العلم إن شاء الله أنه بجتهد وكثير شغلات أنه عم مركع على حالي وهيك أكيد بيوصلني على حلمي بس مو مثل أنه بسوريا أنه كنت هلأ ضغري ووصلت للبكالوريا وقدمت شهادة وهيك بس هون أكيد أنا إن شاء الله لأنه عم بشهد وعم شهد على حالي وعم بدروس أكيد بدي يوصلني يعني إن شاء الله حلمها منذ الصغر أن تصبح معلمة وبعدما تقطعت بها السبل لثلاث سنوات حرمتها من الجلوس على مقاعد الدراسة راحت نجمة تعلم الأولاد في المخيم فجمعتهم تحت السنديانة وقدمت لهم مكتسباتها المعرفية كلها تنسوا أبدومين 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 ثوريكس ثوريكس كان حلمي أني أطلع معلمة هلأ صحة هجرنا من بلد لبلد كان كتير صعوبة أني حقق هذا الحلم بس أجيت وحققته هون أني يعلم وعلمت هون بهاي المدرسة أول ما أجيت لقيتهم عم يلعبوا بالوحل وبهاي وبالطين فحبت أني جمعتهم تحت السنديانة وبدأت أني علمون الأشياء اللي كنت حفظتها بسوريا صرت تعلمون يا هون والحمد لله ثلاث سنين تعلموا معي يعني علمتهم عربي وعلوم ورياضيات وقرآن في الشتاء الفائت قصدت نجمة إحدى المدارس الرسمية في لبنان وها هي في الصيف تسكل تحصيلها العلمية بدروس إضافية حتى تعود ما فاتها وبين واقع تلميذة وحلم المعلمة تخطو نجمة خطواتها نحو تحقيق نفسها فيما يبقى حلمها الأكبر العودة إلى سوريا أهلا قد ما بوصف لك مؤد وصفي يعني سوريا قطعة من قلبي يعني كتير بحبة وبتمنى أن الله يفرجه ونرجع ع بلادنا كل عياتنا إن شاء الله نجمة كتبت وغنت لسوريا بدنا تتحسل لظروف ونعمرها بالمعروف ما في سوري بيرضى يشوف أرض مودة شباب سوريا في قصة الشابة نجمة حكاية إصرار وتحدي تبشر بجيل شجاع يسعى لبناء مجتمع سوري سليم تختلف أحلام الشباب السوري باختلاف أحوالهم والأكيد أن النزاحين منهم أحلامهم مرتبطة بالوضع والأمان في سوريا وبالأمل بالعودة إليها لأخبار الآن ريسي أبيانطون لبنان رغم حصوله على مبلغ خيالي مقابل التفريط في لعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا يبدو أن برشلونة سيعاني كثيرا لتعويض رحيل النجم الشهير بعدما أصبح هذا المقابل المالي الضخم عقبة حقيقية في طريق برشلونة بسوق انتقالات اللاعبين وجاء المقابل الذي دفعه سانت جيرمان في صفقة نيمار ليضاعف من حالة التضخم في سوق الانتقالات للدرجة التي أصبح فيها هذا المقابل المالي الكبير نقمة على برشلونة الذي يعاني الأمرين حاليا لإيجاد البديل المناسب لنيمار صدق المجلس البلدي للوس أنجلس الأمريكية على عقد المدينة المضيفة ممهدا طريقة لجلب دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام ٢٠٢٨ إلى جنوب كاليفورنيا وخلال اجتماع المجلس البلدي حول دورة الألعاب الأولمبية صوت الأعضاء بالإجماع على السعي من أجل استضافة نسخة عام ٢٠٢٨ متنازلين بذلك عن نسخة ٢٠٢٤ بصالح باريس قبل أن وديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين المعارك تتواصل على محاور أحياء الرقة وقصف متجدد للتحالف الدولي على المنطقة الجيش اليمني يحرر أجزاء واسعة بمدارات في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز وبيونج يانج تستعد لتجربة صاروخية جديدة وترامب يعقد مؤتمرا كبيرا لبحث الأزمة وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع التي شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة